هلو هلو عملالكم حيطة وصفة جميلة جدا 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 لتفتيح الجسم والبشرة بجدة حلوة قوي بتوحد لون البشرة وكمان بين الفخاد وتحت القبيتين بتخلي جسمك ابيض اشتا منور لايكات واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول وكمان ما تنسيش الشير عشان الفيديو وصل للاقبل عدد من البنات ويلا بينا اول حاجة هنا معايا خيارة الخيار من الحاجات اللي بتفتح البقع والتسبغات وكمان هجي على البشرة وبتخلي بشرتك صفية وانت عندك هلات سوداء حلوة اول خيار للهلات السوداء ابشوري الخيارة هنا بشرت خيارة واحدة الوصفة هعملها على قد مرة واحدة لو انت حابة انت تزودي او تضعفي الكمية حطي خيارتين تلاتة كده جبار هنا بقى هبدأ ان انا اصفي الخيار بتاعي حطه في طبق تاني واصفيه لاني انا عايزة المية بس بتاعة الخيار هنا خلاص انا بحاول ان انا اصفق المية اهم حاجة تنزلي كل المية اللي في الخيار بصو بينزل معايا ازاي واجي عصير الخيار عمليتي معايا بمقدار معلقتين كبار من العصير الخيار زي ما احنا شايفين هنا هجيب معايا اي نوع صابون بحب استخدمه انا بحب استخدم الصابونة دي لان فيها نسبة كريم مرتب او ترتيب عالي ما بيبقاش ان زي الصابون العادي مثلا يجفف البشرة لا الصابونة دي انا بحبها قوي هبدأ ان انا ابشور معلقتين من الصابون المبشور فايدة الصابون انها بتنظف الجسم او البشرة بعمق وكمان بتنظف المثام الوسعة وكمان بتبيض وبتخليك كده اشتا بس مش معنى كده ان بقولك ان الصابون حلوة او للوش مثلا الصابون بنستخدمه لو للوش كمسك بنستخدمه مرة مرتين في الاسبوع مش اكتر من كده هنا انا بشرت معلقتين من الصابون وهجيب طوصة معايا وحطها على النار وهبدأ اضيف الصابون بتاعي على الطوصة بتاعتي كده هبدأ اضيف عليها نص كوباية من المية العادية خالص نص كوباية كده صغيرة ما تكتريش مية يعني مش اكتر من نص كوباية مجة عادي تمام كده وابدائي قلبيهم لحد ما تحس ان الصابون ابتدى يدوب معاك شوية ابدأ يدي في معلقتين من الحليب البودر الحليب البودر بيفتح جدا وكمان بيخلي الجسم يوحد لون البشرة وكمان بيحافظ على الخلطة لو انت قعدتها معاك في التلاجة الفترة طويلة حلو جدا الحليب البودر اصلا من الحاجات المفيدة والمغزية للبشرة ان كان للجسم او للوش فحلو اول وابدائي يقلبيهم كويس كده ابتدى الصابون يختفي معايا هبدأ اضيف كمان معلقة من النشا او الكلن فلاور النشا او الكلن فلاور بيبيض الجسم وبيفتحه وكمان بيخلي البشرة صفية كده يخلي ملمس الجسم ناعم وكمان لو انت بشرتك دهنية بيمتص الدهون الزيادة اللي بتبقاها في البشرة قلبي الحد اما النشا يدوب وكمان الصابون يختفي معاك تماما دي في عليها العصير بتاع الخيار وابدائي يقلبيها اخر حاجة باضيفها هي عصير الخيار وابدائي يقلبي كويس لحد اما كل المكونات تندمج وتتقل كده شوية معاكي هبدأ بقى اضيفها في طبق كده اللي انا هستخدم فيها الوصفة بتاعتي او هبدأ ان انا اضيف عليها المكونات هايفين الوصفة بتاعتي بقت زي القمر وجميلة جدا ونعمة جدا هتلاقيها لما نجي نفلدها دلوقتي على جسمنا هنشوف ان هي هتبقى نعمة زي على الجسم وحلوة قوي وكمان مفيدة يلا بقى انا نكمل بقية المكونات وهضيف عليها زيت اللمون لو انت عندك زيت اللمون دي في معلقة من زيت اللمون لو عندك زيت الورد دي في معلقة من زيت الورد لو عندك الاتنين دي في معلقة من دي ومعلقة من دي بجد حلوين قوي انا من نسبالي عند زيت اللمون وزيت الورد هحط معلقة من زيت الورد ومعلقة من زيت اللمون فايدة زيت الورد او زيت اللمون من الحاجات الجميلة جدا اللي بتفتح الجسم خصوصا لو عندك بقع او سواد عنيد ما بيطلعش بسرعة من افضل الزيوت اللي تقدر تستخدميها في الخلطات زيت الورد او زيت اللمون طب انا لو ما عنديش زيت ورد او زيت لمون بتستبدليهم بلمونة فريش كاملة اضيف معلقة كمان صغير جدا من زيت الفيتامين اي الفيتامين اي عشان يغزيلي المنطقة بتاعت الجسم او البشرة وكمان يفتح الجسم وكمان مفيد جدا 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 للجلد اللي بتوم كويس او زي ما احنا شايفين وبقى شكلها عامل زي الكريمة النعمة وهبدأ استخدم الخلطة بتاعتي على جسمي بسيبها ربع ساعة وابدأ ان انا ادهن جسم زي ما انتوا شايفين كده واسيبها تجف معايا تماما تنشف معايا يعني خالص لحد اما تنشف وابدأ ان انا افرقها كده بليفة او ان انت تحت الميا كده وابدأي ادعاك كويس او وتفرجي على جمال الجسم لو لبشرتي ببدأ ان انا اسيبها خمس دقايق فقط مش اكتر من كده وبستخدمها مرتين في الاسبوع على الوش انما للجسم تقدر تستخدمها كل شور عادي جدا جدا ما فيش اي مشكلة وزي ما انت شايفة كده الهينة دهنة حلوة على الجسم السبيه هتنشف خالص بجد وصفة هتفتح جسمك جدا لو انت عندي جامقان شديد تحت القبيطين الفخات جسمك عموما حابة تستخدمها الجسم كله من شعرك لرجل كده يعني هي تحفق جدا جدا ورهيبة اعملوا لايك بقى واشتراك للقناة وفعلوا الجرس بوش كمان شير لصحابكو عشان الفيديو يصل اكبر عدد من البنات وتعالوا بقى الكمية اللي فقدت دي بجيب برطمان زي ما احنا شايفين وهبدأ ان انا افضل خلطة بتاعتي وتشيليها في التلاجة تعد معاك من اسبوع لعشر ايام طبعا تقدري تعملي كمية كبيرة عادي جدا انا من نسبالي بعمل كميات على قد يعني اننا مثلا الخلطة دي تكفيني الشور ده وبرجع اعمل طازة بطازة ده بيبقى احسن وافضل بكتير لما الكون المكونات متفعالة مع بعضها وهي طازة افضل بكتير من انا اركن الخلطة بتاعتي في التلاجة كده انا فضيت الكمية بتاعتي في البرطمان ممكن استخدمها كلها وبسطو بعد اما عملت الخلطة على قدية حلوة قوي قوي يا بنات اعملوها بجده هتعجبكم جدا اللي ما عملتش لايك تعمل لي لايك واللي ما عملتش اشتراك اشتركي يلا معانا في القناة وما تنسيش تفعالي الجرس وشيل لسحبكم على الواتس فيس هشياري كده عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من البنيت اللي هتوحشوني للفيديو الجاي باي باي اللي هتوحشوني للفيديو الجاي